ثم قال القرآن الكريم وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة الأنبياء لا يأتي أحدهم ليهدم ما بنى الآخر سيدنا عيسى كان يقول عليه السلام ما جئت لأهدم ولكن جئت لأتمم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجلين بنى داراً فأحسنه وجمله إلا موقع لبنة فجعل الناس إذا دخلوا إليه يقولون ما أحلاه لولا هذه اللبنة فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا كنت تلك اللبنة يعني الأنبياء بنوا بناء وجاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأتم الله تعالى به ذلك البناء لذلك هو خاتم النبيين الأنبياء كلهم يأتون بنفس التعاليم بالدين كلهم جاءوا بلا إله إلا الله وكلهم جاءوا بنفس التعاليم الأخلاقية لا تزني ولا تسرق ولا تعتدي ولا تكذب ولا تؤذي كلهم جاءوا لكن بقيت الشرائع الجزئية كل نبي جاء بما يتناسب مع قومه إلى أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت ديانته خاتمة تصلح لكل زمان ومكان ترجمة نانسي قنقر